هبدأ معاكم بموضوع طبق على السوشيال ميديا وقالب الدنيا ليه؟ لأن احنا الفترة الأخيرة الشغل الشاغل لكل الناس سوشيال ميديا وإعلام وصحفيين وجماهير ونقاب الكل بلا استثناء بيتكلم دايما عن إزاي نهتم بالحالة الصحية لكل لاعبين في كل المباراة وفي أي درجات سواء دور الممتاز دور المحترفين الدرجة الثانية الثالثة حتى مصابقات قطاعات الناشئين والشباب والنهاردة احنا نتكلم على موضوع احنا كنا بنتكلم عليه من يومين وكنا بنتكلم عليه الإسبوع اللي فات وكنا بنتكلم عليه من ست شهور وهو فكرة موضوع سيارات الإسعاف اللي بتكون موجودة في المباراة ولما كانت فيه مباراة ما بين إنبي والأهلي في دور السيدات وعربية الإسعاف ما كانتش موجودة والمباراة تم إلغاءها بعد مرور عشرين ديئة من موعد انطلاق اللقاء الكل طبعا انتقد وزعل جدا من الموقف ده وحتى نادي إنبي كان ليه يعني مبررات وقال ان حصل لغط وخطأ عند الإداري ولكن المباراة لم تقاموا وبالتالي الحمد لله ما حصلتش أزمة أو ما فيش أي لعبة تعرضت لأي سوء والحكمة اللي قدرت اللقاء كابتن نورة سمير أو اللي كانت مكلفة بإدارة اللقاء خدت قرار بإلغاء اللقاء طبقا للوايا لكن النهاردة وقبل بداية الحلقة لقيت صورة قلب الدنيا على السوشيال ميديا زملانة في القيارة 24 نشروا صورة لسيارة المباراة لدور الجمهورية 2005 قدامكم للصور على الشاشة صدق أو لا تصدق عربة الإسعاف في مباراة بدور الجمهورية 2005 بتتكلم عن مرحلة الشباب اللي المفروض دلوقت المراحل السنية دي بتلعب في التصفيات الإفريقية الموالية لنهاية كأس الأمم بتاعت 20 سنة بتتكلم على لعيبة في منهم بيلعبوا درجة أولى مع الفرق اللي في الدور الممتاز صور خاصة بإحدى مباراة دور الجمهورية ممكن هم حتى مذكروسي المباراة بالزبط ولاجن زي ما انتوا شايفين الصور طبعا على حساب القاهرة 24 أولا دي عربية نقل موتة دي مش عربية صاريت إسعاف إطلاقا وبعدين كوتش عربية إيه اللي جوا ده يعني إيه المشهد ده إيه الصورة دي هو ده إيه أنا مش فاهم بصراحة يعني لو لاعب تعرض لإغماء ولا تعرض لأزمة هنعمل إيه مين بيضحك على مين يا جماعة النادي اللي مش قادر ينظم لو قدراته المالية ضعيفة فين المناطق فين اتحاد الكورة فين الجهات الرقابية فين وزارة الصحة في التفاصيل اللي زي دي على فكرة احنا مشاهد زي دي شفناها كتير في مطشط في القسم الثاني والثالث شفناها كتير في مطشط القسم الثاني والثالث وكانت الأمور بتعدي ولكن احنا هنفضل نسيب الناس بالشكل ده كده دي كده مش هتبقى رياضة دي كده مش هتبقى رياضة أي حد دلوقتي ماسك الموبايل فاتح الآيباد اللابتوب يدخل يشوف الصور دي على ملعب القاهرة 24 بيتكلم على مباراة في دورة جمهورية 2005 تبتتكلم في مصابقى ليفل أقل من الدرجة الأولى أكيد مشهد صعب جدا وإحنا دورنا الإعلامي أي صورة أو أي موضوع هيبقى الناس مهتمية بيه وبتتكلم على أو إحنا شفناه يهم قطاع كبير جدا من الشعب المصري سواء على المستوى الرياضي أو حتى غير الرياضي أكيد هنتكلم عليه لأن إحنا دورنا نمحي الصورة السيئة والسلبية دي عشان ما تتقررش تاني وهنفضل وراء الموضوع ده لغاية لما كل بلاستثناء يتعامل مع القطاع الرياضي بشكل متميز في الملف الطبي اللي مش قادر ومعندوش إمكانيات يرجع للمنطقة يرجع للاتحاد يرجع للوزارة حد فيكو يشوف حل للقصة دي لكن ما تتسبش بالشكل ده عموما هنتبع معاكم ونشوف إيه اللي هيحصل للفترة اللي جاي